على غيث النفاتي اللي هو يجي اكثر من المسرح منه من التلفزة مرحبا بيك بحثينا غيث يعيشك مرحبا بيك قبل ما ندخلو في الانتغفيو ساعة خلنا نحكيو على المظهر الخارجي اللوك هكا مش بعيد بارش على لوك متاعك في سيت كوم فو جوش شعر كنتويلد هولي اي شعري كنتويل توا مزيل لوك يقرب اللمجة اكثر من غيث جوش شقول لك هنا في الدنيا نفس اللوك هو مع تخذيو لوك متاع الدنيا مثلو بي ولا ايجي عاجبك لوك التمثيل قاعدت بي لا مش لوكي متاع الدنيا لوكي متاع الدنيا حاجة اخرى اي اما لوك متاع التمثيل توا عاجبني وقاعدت بي شوية قاعدت بي شوية قاعدت بي شوية باش ترا ثمار يمكن نجاح الدور املي ولا باش تكمل بي على طول اه توى پورلمومون ما ما زلت م Blendعربش اما عاجبني توى افبرلمومون اعمللي جعي عمللي جعي وش Tongش عودو تابدل واللي بيتة تراي بيتة تراي أه نرجو نحكيه وعلى البوركلي هو اول دور ليك في الตالف زر تجي من عالم سينما البلاس اللي تعاد على قنات السر اغنبيák انتظرUE حاليا على قنات السر مجديدا كيف كيف اخراج زيد لي تاييم معاك ريما زريبي سايف عمران فاشيد شير نيامي الادرويش نبيل بن مسلمية مايسا سيسي اه وسيمية حديد دونك البطولة مشتركة بالنسبة ليك غايف اول ظهور في دور في التلفزة ترهنو كمام دور مهم مهم خاطرية بطولة متاع الشخصية لكل فرد وقت. اه اكيد هو كاول ظهور ليه في سيتكوم بلاس. اه فرحان برشة اللي خدمت في حاجة كي معاك. اه معناها اول ظهور في التلفزة كان في البلاس مع مع العديد والعديد. hommeSA تحيير موادي. ستحاجة متاعامة żyفية دوسعة موادي Giftني م behold it. حول ظهور في للبلاس حاجة مهمة بالنسبة لي راه دور مهم وديك. ولا دور لمجد مقزينان two students دونك حكيتوا على برشة قضايا وسيتكم ككل مع انتا كلان دوي البرشة مشكلتون بعد نرجو عليهم بالتفصيل ولكن انت جيت من المسرح في الأصل معنات عملت من الفين واربعة واربعة يظه اللي في مجال المسرح عملت برشة مسرحية تسنوس صاحب الحمار بنرجت اليوم غير ومعنت ديما اللي يمثلوا مسرح يقول لك مش بالسهر التنزيسيون للتلفزة ويراوها ديما حاجة كان جيت جيت ما جيتش ما انت اليوم كيفاش تراس يخطو ذا كيندرا لامباكت بتاع ظهورك في التلفزة اللي هو أسرع في الشهرة في الانتشار في انك تتعرف كيفاش تقارن هو التلفزة والسينما أسرع برشة من المسرح المسرح ريتم أكثر ريبيتيسيون أكثر تشارشي على البرسوناج أكثر في التلفزة أسرع ريتم معناها فيما ريتم آخر جو آخر يجبك تلقى في ساعة في ساعة معناها الحاجة حتى في البلاتو معناها يلزم الامبروفزيزيون ساعة والامبروزة زادة ما مش كيف كيف تلفزة معناها الكاميرا والمسرح ما مش كيف كيف جملة أنه هو أكثر يتعب أنه هو أكثر سترس أنه هو أكثر ضغط ما ممكن أكثر ضغط وسترس في قدام الكاميرا تلفزة أكثر تلفزة أكثر ولا سينما خطر في المسرح كما قلت لك تاخو وقتك تريبيتيسيون تاخو راحتها معناها ما تتعرض وتخرج للجمهور أي كان ما تبدأ حاضرة واندي لت ميل لش كون أكثر تواس يخطو بعد ما جربت تلفزة هل أنه ماذا بيك تكمل في التلفزة؟ أكيد ماذا بيك تكمل في التلفزة أما بش نميل أكثر ما ما فهم فميش نميل أكثر بو حياتي كون يقول لك برشا مسرحيين يقول لك هنا ولد مسرح وما تعني لي شي تلفزة ألا لي ميت سينما أما ما سم دي غيان تلفزة؟ أكيد المسرح وحياتي المسرح أما التلفزة بو زيدا مش نقول ما تعني لي شي علش لي وي وبركوا با مع أنتا كي ضغط هكا شوية خليني قول نجاح الشخصية كمام مع الشخصيات الأخرين؟ هذا ممكن زيدا لي خليني نخمم أكثر في التلفزة ويحببني أكثر في الكاميرا هل أنه الركونيسانس أكثر تكون للممثل كي تعدى في التلفزة؟ المسرح يقعد فيه شوية كية انغراتيتود يمكن وركونيسانس للتعب خطر المسرح في برشا خدمة برشا عمق في الخدمة للشخصيات وغيره؟ أكيد في المسرح تنجم الدوم فيما دي بيس خدمتهم ديمو عام ريبيتيسيون يعني بيش خرجوا للبليك عام ريبيتيسيون وخمسة سوية في النهار فما تعب في المسرح أما بعد ساعة العرض تنسى كل شيء أكيد فلا ما يراوش هكا التعب الكل اللي متخبي في الكواليس باحا سيتك تنتي برشا هكا من عينيك بأدوار أخرى يمكن في التلفزة وفما ردو تفعل طيبة عليه وفما البعض نقدو السيتكوم يصنف روحه أنه هو هزلي أنه هو كوميدي أنه هو في نفس الوقت يعالج في بعض القضايا الممثل والكوميدي لما النهدي قال ما نصنفوش كعمل كوميدي ساعة البلاس ما نجموش نصنفوه خاطر ما تخنيش برشا في الكوميديا ولا في الهزلي خدمنا دي برسوناج ريال برسك الكل سيتيازيون هي اللي تخلق الضحكة تخلق حتى التبسيمة مش بالضرورة الضحكة خاطر صعيب بيش تخلق بيش تفك تبسيمة من المواطن التونسي خاصة صعيب شوي ما رأيك في الكلام اللي قالوا الممثل لم ينهدي على السيدكو ما برامو ما عجبوش معلتك عمل ما يقيموش رأيو ما عجبوش رأيو أي لم ينهدي ممكن عندو حاجات أخرى تعجبو ممكن في ستيل دوج حاجة أخرى ترى انو هذي يمكن نوع جديد بين دفرين ميل كوميديا وطرح جديد وطريقة جديدة متاع جديد يمكن هذيك عليش قطلك منجموش نصنفوه تو أي معناها توه منجموش نفهموه البلاس منجموش نصنفوه بالضبط كيفش هو توه تعرض في دوميل فاندو وتفرجنا فيه وكمل كيفش منجموش نفهموه توه؟ لا معناها كوميديا جديدة إيه حاجة جديدة معناها بالنسبة للمشاهدة التونسي هنا نحاول ونحفرو فيها الحاجة هذي يعني ترى هذي معتا ترى كعمل حاجة النوفانت اللي يمكن تحل باب قدام دوت خجون الكوميديا من نوع جديد أكيد نتصور نصنفوه في الكوميديا من النوع الجديد من النوع الجديد معتا سيد كوم كمم حكي على العديد من القضايا البطالة الحبس الزيتودان معتا شوني جميعني وانتي لمجد ونجح انتو معتا مع سيمي حديد دوز اتودان اللي كنتو معتا مثلتو هكالشريحة هذيكا في السيد كوم عاشتي شوية من اللي عاشوه انتي عاشت فيه فيد اتودان هكا شوية ولا؟ انا عاشت على داركم اي انا عاشت على دارنا انا يتيدون في الحياة مالي صغير عاشت وشي هذيكا معايا كولوكاتير في الدار عاشت ونعرفو الشي فما موقف في السيد كوم ذاكروك بال اكيد اي فما برشا حاجات في السيد كوم ذاكروني كيمة تطيب مثلا وتنظيف الدار اللي هي العرق المتوفيش معايا بين العباد اللي تسكنوا مع بعضها اول يوم انا غدوة انتي لا مش انا البرح انا هذي اتود هذي اي المشاكل 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 وناجح يسر يحب بعضهم يسر اصحاب معناها يسر اي دو معناها كولوكاتير ولكن المشاكل الاخرين اللي تم ترحم في السيد كوم ترى انه الطريقة اللي انتي قلت ما هو من خلال مواقف يصير النقد ساعات تتعدك المساج المشاكل 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 هذا النجم كما قلت انتي يحوه اي جيرين في اي بلاسة بعد لت فعل العمل وتفرجت فيه انتي كمتفرج أراد الإنسان الموضوع المترجمات لديه موضوع كما هو تحكيم محطم أنت لا أنت فإننا نحن حكاً كأول ظهور وأول خدمة مكنش خايف برشا خاطر في الجو متاع التورناج وخدمة مع زياد لقد تحس فما حاجة أخرى من بعد كي تفرجت فما خاطر فما حاجات مانيش حاضر ايامي كل حاجات يتصورت وتعمت أني من حضرش زيادة خاطر من لو حضرت شوية من بعد قلت ليل بش نحرق روح يبرش حاجات كي تفرجت لحقيقة أجريبلاً سوربري ولا ليل مانيها تفرجت برشا حاجات حتى مع الولاد معناها كي تصوروا مع بعضنا مباحث كي تفرجت فما حاجة أخرى متاع قلت تعمينو هذي ما مشفتوش أنا حدي اعطات مع انت يعني كي تخدم لعملك كل والمونتاج والدنيا الكل حاسيت أنو كان خير مليكنت انت تستخدم معتها من التوقعات وردود الأفعال والله ردود الأفعال لحقيقة ردود الأفعال لكل بيه معناها انتلاقاً من العائلة كنت تزيد هكا خيب شوية ما نعرف كيفش بيظهر لهم بلاس معناها فشيخين عليه الأصحاب حتى العبادة ونقابلهم في الشارع يقولوا لي هيا فماش بلاس ثنين موتي هزيت ديريك تمول السؤال الموالي فما بلاس جزء ثاني ممكن نعرفوا ليل تلعيد ليل تلعيد هذي ولا العيد جي تلعيد هذا على الكلمة ومسلسلات وأعمال تلفزية فماش كون قال لك مكارك شاركته ولموك على المشاركة ولا لا الحقيقة هذيك عليش قلت لك أنا فرحان أني خدمت في الخدمة هذي كانوا ينجموا يلوموني كان خدمت في خدمة أخرى أما البلاس لحقيقة معناها العبادة لتعمل مسرح للأصحاب للانتراج للدمان هو البلاس بيدوا عجبهم معناها فما بالك شخصيتك أنت ونتي ساحبهم معدا تقول أي معناها ما ليمونيش ممكن فما حاجات حتى فتيات رقبال يجيوني عبيد من الدومان عبيد حتى أكبر مني يقدرهم يقول لي ما كاركش عملت هكا ولا ما كاركش هكا ما في البلاس ما جيتش ردود ما جيتش ردود ما جيتش ردود فعل حاجات تقلق ولا حاجات توجع أحاسك فرحان بي الدور اللمجد في السيد كوم جستما رينا في السيد كوم أنك لان دويل أعمال أخرى مثلا خطة بالبي برينا الجناغي كرينا كيف كيف كاثر بالحاج وحكيت على إعادة تشوف لي حالة متي كلان دويل آخر وهوني معنات هلو بوت شنوى أنه راهو هذوم الأعمال ما يقعد في الويت كان حجرو هل أنه زيدا بخلاف الكلان دويل بوزيتيف قرصة الأعمال أخرى ظهرت بعض في تار كوميدي هزلي اللي مايش كان تيوبهم في المستوي شنوى اللي المساج والله المساج هو ساعة تكريم للعباد اللي جاء تكريم الأعمال نجحة كنقولوا خطاب على البيب لليوم معناها من زيد العباد التفرج الكبار والصغار حتى اللي ما خلطوش عليه التوا يتبعوا فيه وتناجم تقول خرصة زيدا الأعمال الأخرى الأعمال الأخرى إنهي فانا فانا فترة مع أنت منشوف لي حل للبلاس مرينا حتى عمل كوميدي في المستوي لا فهم أعمل كوميدي في المستوي كما مثلا أعمال كوميدي في المستوي عنا كينيا ما كانش مثلا عم ناول وسنة أهي حاجة أخرى ما نعرفش ما نستحذرش تاو كينيا ما كانش تبعت وتفرجت فيه في الجزئين تبعت الزوز الأول والثاني شوية شوية الأول تبعتوا الكل الزاني بحكم قلت أن يزم نعود عاجبك حلو الفكرة حلوها برشا بين جزء الأول والثاني أنا أخيض الزاني أنا قلت لك مجوز تبعت حاجات دي فيديو ما ما تبعتوش متسلسل لكل كيمة الأول الأول عاجبني برشا الفكرة والثاني تواصل هو للحكاية اهي كان فما شخصية في كينيا ما كانش اللي كتتفرج تقول هذية نرى روحي نمثل الدور هذية شخصية 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 الحقيقة ما عنديش الحكاية هذي أني نشوف نقول كانجيت في بلاستو لا مش كانجيت في بلاستو نعم مالخير منه ولا أقل منه لا لا أما شوفت مثلا شوف روحي في البرسوناج هذيك لا الحقيقة لا حتى برسوناج ما تحسن نجم غيث النفاتي يكون يعجبوا ساعات ممثلي يقول يقول هذيك الدور تمنيتنا نعم نعرف نعم نعرف أما ما جيتش البالي للتكرة أما من بين الناس اللي يعجبك دجاج رزق الأول الكل اللي جايونا الضيوف ما تفرجوش في الأعمال السنة باش ما يعطيوش رايهم بسراحة في الأعمال بالنسبة للأعمال قلت اللي تراها أنت غيثنت في الكوميديا مثلا كينيا ما كانش اللي تراها بالعكس تصنف روحي كوميديا ولا دي سيد كوم معلتها وهما ما كانوش في المستوي ولا منشحوش والله هي هكيكا ما نعرفش ما نجمش خطر الأعمال كل ما شفتهمش ما نجمش ولا ما نحبش ما نجمش وما نحبش الزوز الزوز من غير ما سامي واسمين ممثلين العمل ككل يعني ربما ما كانش في مستوي التطلعات كسسواء المتفرج وإلا حتى الناس من المجال كم واثلين كم خرجين وانتي من المسرح ما نعرفش عم ناول فما عمل فما عمل دايور فيه لاميل نهدي ورياض النهدي ومجميع نقوم فوالابال لا لا يعني لا يمت بركة قاد نعود في حاجات هكا في فيديو ويت نشوف لقيت مهم لقيته شوية فما شوية اكزاجيراسيون متاع تياترو أكثر منها متاع كاميرا متاع حاجة مشى للتلفزاو متاع تياترو للتلفزة فيها برشة مبالغة تقول إنشي ما فميش دوزاج معني جست جو تياترال وحلوة أما في التلفزة ما تعتيش هذي مش إجابة على تصريح لاميل نهدي نقال نعم بش ندخل فيكم فيه مع لاميل نهدي بالعكس نقدر ونحترم ونحبو برشة لاميل نهدي حتى في الحياة معني نعم 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 عليهم بعض الاعمال شو المطلوب اليوم للشباب جزتما وشابيبا عجبتني الكلمة باش تظهر وتبرز اكثر التقاول مهو يلزم الانتاج اولا وليش فلوس ما يقول لك ما نجموش وقبار الفلوس يلزم الامان بشابيبا هذي يلزم لعباتي اخو فرصة ومو حتى فرصة معناها يلزم يعطي فرص للشبيبا والانتاج يلزم الانتاج خطر بلش انتاج كن مش نقعد وننجو عمل كل عام رمضان ما يتسعش الناس كل جزتما معناها فما ممثلين زادا يلزمها تختم بحكم عمر بحكم كاريير بحكم وقالور الشبيبا مش بتلقا بلاستها ايه كلمان يتسعش الأنتاج الحكاية اللي بلاتفورم هذي ما ينجمو يعاونه قطر بش دخله فلوس وبش تدخل لعبات تتفرج معه شي تفرج في التلفزي اللور ينجم يكون فهمة من وراها إنتاجات في العام نتصور تنجم تعاون حكاية اللي بلاتفورم هذي في التنجم. تكون التغنتيو اخرى للأعمال النجم يتم انتاجها خارج شهر رمضان خارج شهر رمضان مربوطين بمواضيع مربوطين بحكايات والناس الكل المثل قدام الكاميرا أما المثل قدام عبادة قاعدة على الطاولة تكل تشوق في فترها يعني تقول أنت فما أكثر يعني نخدوه بعين اعتبار بين ذفرين تسنصر البعض الحاجات مش سنصر يعني فما حاجات أصلا ما الكاتب والمخرج ما يمشي لهمش يعني في شي سنصر روح وتمكيق معهم من لول في شهر رمضان خاطر ما نجموش نعدي وبرشة حاجات ولا نحكي على الحاجات الكل موقفك من إقاف بث حبل الملوك مثلا في قناة جزائرية على خاطر فيها تفادلي كليرا وهوما يفوت الحدود في تونس ما شوفنا نشي بنفس العين خاطر مش نفس يمكن يعني ما سننشي نفس الانفتاح في نقولوا أحنا لتوليغانس في بعض الأعمال لكنوتاسيون والمساجات ما نقراوهمش وما نراوهمش كيف 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 أي تزير حبينا ولا كرهنا معنى مزيل فما شوي تحفظ معناها في التخميم في العيشة في السينما في الفن مشكي تونس بقى تونس ترى أنه لازم واحد ياخذ بعين اعتبار للنقطة هذي ولا ترى هالنوع من الفن ما لازمش تكون فهم حدود وصنصرة حدود معينة ولكن في التباعة كان حاجة ما يتقصدش بها الشي اللي فهمه المتفرج ما فماش عاليش باش تصير صنصرة ولا بشيق في المثلسل كان مخ المتفرج يعني ها مش هالحاجة كان هي مش بارشوتي خطر أنا اللقطة سمعت عليها ما مش فتاش ومش فتاش في أنا كونتكست معناه خطر تنجم تكون حاجة بارشوتي ونقول لهم عندك الحق معناه بش تعدى هاله يعني لازم فما تبرير كي تتعدى حاجة ترانتي لازم مبرر لازم تكون وافحة مش مطايشة ولا محتوطة بش تبروفوكي بها عباد ولا عندها فما عليش تتعدى بفلويد ما كان معناه تتنحى تنجم تنقص حاجة مالسان هذي كان تنجم تضيع علينا حاجة معناه نشكرك اللي جيت بعدنا كلمة الختام للأكيب اللي اختمت معاها لزيد اللي تايم المخرج اللي من بيك وللأكيب الكل في ختام الحلقة متعنا في ترونت سوكونت نحب نقدم تحية موزيكة فام مرسي مرة أخرى على الانفتاسيون نحب نقدم تحية للأكيب الكل اللي اختمت معاها مبالاس جنود الخفير ممثلين نحب زيدا نقول فري عسام عسام عنده ثمانية شهور تايم في الحبس موقف والتاوى ما تحكم والتاوى ما تعينت له جلسة عسام بوغرة ذكرنا في جملة للقضية اللي على خطرها هو تاوى متعدي بترويج عسام بوغرة اللي هو مستهلك عسام مستهلك ومعناه تعديت قضية كبيرة وخذيت أكبر من حجمها ولتاوى مسكين ما تعينت له جلسة قريب ثمانية شهور تاوى معناها معناه حتى جلسة ما تعينت لهش إن شاء الله ربي يفرج عليه إن شاء الله هو زيدا ومحمد ياسين زيدا فنان زيدا في الحبس إن شاء الله ربي يفرج عليهم إن شاء الله موافق في مسيرتك وإشاء الله روك في أكثر أعمال وعليش لي كما كنا نحكي وقبيلة في دي بلاتفورم تواى فيهم انتجات خارج حتى شهر رمضان شكرا لك شكرا لك إن شاء الله المرة جي نستدعوك نشوفك حافظت على نفس اللوك متاعه لم جد في البلاس ولا بدأت شايف اللوك نجي ما تعرفني شو مراجي برحق برشة بدل اللوك مش برشة ما بدل اللوك كمبلت مو مشكيمة لك مرحبا بيك أنتو كا غايف لنفيتك شكرا لك شكرا لك